اليوم نتكلم عن مرض مهم جدا وهو مرض الصرع أو التشنجات وهو عبارة عن زيادة واضطراف الشحنات الكهربائية التي تنتجها الخلايا العصبية تشير دراسات إلى وجود ما يقارب من 50 مليون إنسان مصاب بهذا المرض حول العالم وهناك ما يزيد عن 2 مليون إصابة سنوية جديدة هذا المرض يصيب الأطفال والبالغين وكبار السن ويصيب أيضا العجل والنساء على حد السواء تشخيص هذا المرض يعتمد على تاريخ المرضي والفحص الكلينيكي أيضا هناك أدوات يستخدمها الطبيب من أهمها التخطيط الكهربائي واللعنين المغناطيسي للدماغ هناك علاجات مختلفة لهذا المرض منها ما هو العلاج الدوائي وهناك أيضا العلاج الكيتوني والتحفيز العصبي وفي بعض الحالات التدخل للجراح المناسب هذا المرض على عكس ما يعتقده الكثير من الناس أو من المجتمع أن 70 إلى 80% من الحالات قابلة للشفاء والتعافي بإذن الله تعالى بعد انقضاء الفترة العلاجية حياكم الله